خلونا نرجع لحلقتنا النهاردة جبر الخواطر قبل ما تكلم كانت الأستاذة مونة المخرجة بتاعتنا بتقول لي هم ليه سموا جبر الخواطر جبر الخواطر أنا قلت لها الإجابة بالبلد كده بس أنا هقولها لكم يعني بشكل يعني ألطف شوية جبر الخواطر لأن اللي بيبقى جاي لك يطلب منك طلب أو عايز منك حاجة بيبقى مكسور لأنه حاسس إن جوا شرخي كده جاي يستلف منك جاي يطلب منك خدمة فربنا سبحانه وتعالى الجبر ده يكون للكسر فربنا بيقول لك قوم كسره علشان أنا أكون جبر بخطرك أنت ولذلك اشتهر جدا يقول لك من كان بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله عند المخاطر يعني لما يوعف مشكلة ولا أزمة ربنا اللي يكون فعونه جبر الخواطر ده عبادة يعني جبر الخواطر ده احنا بنسمعه احنا قاعدين على المصطبة كده يأخي كبر بخطره يأخي ديله أي حاجة وكبر بخطره هو جبر الخواطر ده عبادة جبر الخواطر يعتبر من أرقى العبادات في الدين الإسلام على فكرة دينا الإسلام الحنيف يا جماعة دين إنسانيات يعني بيعلي من قيمة الإنسان جدا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلم في سورة المعون بيقول إيه أرأيت الذي يكذب بالدين بيكذب بالدين يعني حلوة ولا وحش يعني وحش بيعمل إيه بقى فذلك الذي يدعو اليتيم يعني ما بيعطفش على اليتيم هو العطف على اليتيم جبر خواطر ولا مش جبر خواطر جبر خواطر ولا يحضوا على طعام المسكين يعني ما يديش المسكين طعام ولا يشجع الناس إنهم يطعموه ده جبر خواطر ولا مش جبر خواطر جبر خواطر قال له فويل للمصلين إيه ده يعني ويل للمصلين اللي ما بيصلوش جم بعد اللي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قال له أيوة قال له يعني جبر الخواطر مقدم على العبادة الأساسية قال له أيوة قال له ليه قال له لإن جبر الخواطر ثمرة العبادة أنا هستفاد إيه لما تكون حضرتك بتصلي لكن مطلع عينيها لما أجي أشتري من عندك تطلع عينيها ما بتجبرش بخطر وتديني حاجة مش هقولك تكرمني في السعر تديني حاجة ما تتحكش بيها عليها ما ده جبر خواطر فربنا سبحانه وتعالى قدم جبر الخواطر اللي هو العطف على اليتيم وإطعام المسكين على الصلاة أحد المشايخ كان حد بيسأله إيه أفضل العبادات في الدين الإسلامي فقال له أفضل العبادات جبر الخواطر فالراجل ده كان طبيب مرموك جدا 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 ويعني قال للشيخ جبر الخواطر يا أخي طب الصوم والصلاة والجهاد وقال له لا جبر الخواطر الراجل خاد كلام الشيخ وهو يعني شايف أنه الكلام ده مش إيه جبر الخواطر ده في يوم من الأيام والراجل ده كان طبيب قلبه أو عينة دموية مرموك جدا جدا وشاطر في تخصصه جدا جاره في البيت اللي وقعت فيه في يوم العيد اتصل به قال له أرجوك إلحقني أمي جات لها جلطة في المستشفى وما فيش حد نفسي تتعدي تبص عليها طبعا الدكتور ما كان ما صدق خاد أجازة فافتكر كلام الشيخ وقال جبر الخواطر أما جرب كلام الشيخ وقف الطريق في المستشفى بيقول الراجل أني حسيت بأعراض جلطة وأنا في المستشفى فبيقول اكتشفت أن المساعدين بتوع اكتشفوا أن أنا مصاب بتلت جلطات منهم جلطة هي التخصص بتاعه نوع من الجلطات هو التخصص بتاعه لو لأنه كان في بداية الأمر وفي وعيه هما ما كانوش هيعرفه هيعمله إيه شوف لما جبر بخاطر العبد ربنا سبحانه وتعالى ودالي المكاني المفروض يكون فيه في الوقت المناسب كم مرة كده مثلا لا قدر الله لا قدر الله ابنك جاله كسر في إيده وانت متضايق وازاي ابني يتكسر وا 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 وانت في المستشفى جالك زبحة جالك أي حاجة فدكت انت حطت عينيك على المشكلة لكن ما حطتش عينيك ان ربنا سبحانه وتعالى جابك في المكان ده بالسبب ده علشان يدركك في المخاطر لأنك كنت جابر للخواطر لزي ما جبرت بخاطر الناس ربنا يكبر بخاطرك وإذا كنا بنتكلم عن الطلاق وهل ينعقد شفويا ولا كتابيا ربنا كمان ما سبحش المطلقة جابر بخاطرها بحكم غاية في الجمال معنا